مشاهدينا في أول حلقة كنا بنتكلم مع حضراتكم على حجم التطوير وحجم الاهتمام بقطاع الزراعة قطاع الزراعة زي ما قلنا لحضراتكم من أكثر القطاعات اللي كان لها نصيب كبير جدا من المشروعات التنموية في مصر خلال 9 سنين اللي فاتوا بلف الزراعة واحد من الملفات المهمة اللي كان حريص وبيشرف على تنفيذه وتطويره سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من بداية تولي الحكم ده نظرا لحيوية هذا الملف وهذا القطاع ده يعني عندنا أسئلة كتير كده وعندنا يمكن توضيحات كتير حابين نشاركها مع حضراتكم إزاي كان ملف الزراعة من 8 سنين بقينا إيه دلوقتي لأن دي نقطة مهمة جدا نعرف كنا فين وبقينا فين وإيه اللي احنا لسه محتاجين كمان نوصله في الأيام والسنين اللي جايك كل الأسئلة دي هيجبنا عليها بالتفصيل دكتور محمد علي فهيم أستاذ الزراعة ومستشار وزير الزراعة وستطحة الأراضي وأيضا رئيس مركز تغير المناخ سبع الحير عذاكي دكتور نوارنا في سبع الخير يا مصر سبع الخير أستاذة جمانة سبع الخير أستاذ أحمد سبع الخير على كل المصريين أهلا بك يا فندم خلينا نقول اهتمام كبير جدا واهتمام بس يعني مش بس بالكلام لكن هشايفين فعلا يمكن جهود على أرض الواقع ابتدينا كمان نجني الثمار مشروعات كبيرة جدا على سبيل مثال الدلتا الجديدة وإضافة 2 مليون فدان يتخطى كمان ل2 مليون فدان وما يتبقى من مشروعات أخرى ليس فقط استصلاح أراضي عايزة أعرف من حضرتك كيف تغير اهتمام الدولة بملف الزراعة تحديدا كانت ايه المعاوقات الموجودة ودلوقتي ايه اللي احنا بنشتغل ان احنا نحله بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا مرة أخرى شكرا للتلفزيون المصري اللي دائما وابدا بيكون في وسط الحدث وظن حدث زي زحرك ما قلت بالظبط قطاع الزراعة شهد تغيير واضح كنا فين وبقنا فين قطاع الزراعة أصبح الآن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للبلاد لقينا أن الأمن الغذائي أصبح كل الدول بتتعامل مع ملف الأمن الغذائي خلال هذه الفترة أنه جزء كبير من الأمن القومي للبلاد مصر تنبهت لهذا الأمر بدر شوي يعني الحمد لله احنا ما استنناش لما يحصل الأزمات اللي بتحصل أزمة وراء أزمة كورونا ثم الأزمة السياسية الكبيرة في أوروبا إلى آخره احنا ما استنناش كان جهود مصر كانت بدر شوية كان فيه يعني رؤية ولأول مرة الدولة المصرية تضع هذا الملف في مكانه الصحيح ملف الأمن الغذائي اللي في الوسط منه كتاع الزراعة فأصبح لا يمر أسبوع الآن أيام معدودة إلا كل المصريين والعالم كله بيرى فخامة الرئيس بكل هيئات الدولة في مكان ما على أرض الوطن يفتتح مشروع ويسيبه ويرجع وراه مئات الألاف من الأفدنة مزروعة لما راح تشكى ثم مستقبل مصر ثم السادات المجمع الحيواني الكبير يروح يفتح المشروع ويرجع يسيب لمصر والشعب مصر مئات الآلاف من الأفدنة مزروعة بالخير وكل فدان بيتزرع في مصر ده مش بيتزرع عشان نجمع منه أو نحصد منه الآن ده رصيد للأجيال الجاية لأن الفدان اللي بتزرع بيتزرع عشان كنا بقول مساحة مصر كامل مزروعة مساحة مصر تقترب لعشرة مليون فدان اللي كانت أربعة وخمسة وستة في فترات مش بعيدة كانت في ستة مليون أصلاً كانت المساحة الرقعة الزراعية في مصر احنا عندنا حلم الوصول لأكثر من عشرة مليون بس يا فنم حضرتك بس كده الخريطة التوسع القفكي في مصر من تشكة في أقصى جنوب مصر على حدود مصر حتى الدلتة الجديدة يعتبر في أقصى شمال مصر مصر الدولة الآن لا تترك متر يمكن تنميته واستزراعه واستصلاحه اللي بتزراعه مع الوضع في الاعتبار أن زراعة الصحراء زراعة في الصخر لأن الآخر يا صحر صخر فزراعة الصحراء صعبة مكلفة ومسؤولياتها كبيرة أنا في الأراضي الوادي والدلتة القديمة لو أهملنا يوم ولا حاجة للزراع ممكن ما يحصل في مشكلة هناك ما فيش كلام ده هناك الانتباه كل دقيقة فإذاً زراعة الصحراء واستصلاح الأراضي موضوعه كبير ومسؤوليات كبيرة وتكلفة كبيرة طب الدولة بتلجأ لي لي زي ما قالت حرارك أن الدولة بتحافظ على ملف اسمه الأمن الغذائي أنا أقول حاجة بسيطة جداً لأي خبير حتى لو كانت خبراته بالورق أو القلم لو جئنا نحسب موارد مصر الزراعية أرض ومية وحجم الاستهلاك المطلوب كنا سيبقى في حتة الآن مش جيدة سيبقى في مكان بعيد تماماً عن الأرض الواقع يبقى في مشكلة كبيرة جداً في إمدادات السوق المحلي فجوة كبيرة مش في السلعة اللي فيها فجوة بسبب ظروف مصر الزراعية ونقص الموارد لا ممكن حالة تنزيل السوق متى الأشتماطم تقلاش بطاطس السلعة الأساسية على المائدة المصرية أو لقيتها تلاقيها بأسعار تفوق مرتفع تفوق مقدرة المستوى المتوسط متوسط الداخل كمان مش فالحمد لله كل السلعة متوفرة ويمكن لأن الدولة زي ما قلت الحذر حطت هذا الكطاع في مكانه ففخامة الرئيس خلق أولوية أولى يعني زي ما كنا نسمع الزراعة حتى على مستوى كلية الزراعة قلت الزراعة يقولك المرحلة الثالثة لا الزراعة الآن أصبحت أولوية كبيرة لأن أصبحت جزء من أمن القومي لهذا البلد ويمكن السبب في ده والعظم من أهمية ده تحديدا لأن كلنا كنا منشوف في الماضي فكرة أن الدول المصدرة بتقدر اللي هي تضغط على الدول المستوردة علشان خاطر تنفذ سياستها الدولية وهنا ده اللي عظم من أهمية ملف الزراعة وخلا يندرج كجزء أساسي لا يتجزأ من الأمن القومي تحديدا نتذكر حيث ده ربط مثل كده بالبطاطس مثلا وارتفاعها لا كان فيه عندنا في وقت من الأوقات مشكلة لو نفتكر كلنا كان نقص فيه البطاطس وارتفاع الأسعار في 2018 بسبب عدم وجود التقاوي النهاردة أصبح عندنا تقاوي معتمدة ذات إنتاجية كبيرة عاوزين برضو نتكلم على الجزئية دي ويمكن المواطن اللي بيتفرج علينا دلوقتي يعني مش فاهم أو مش وصل له مصطلح يعني ايه تقاوي معتمدة قبل من تكلم عن التقاوي معتمدة حيث قلت مثل رائع أن سلعة زي الأمح الأمح ده سلعة زراعية غذائية إعلقتها بالسياسة لكن الدول تستخدم الدول المنتجة تستخدم أحيانا سلاح السلع كسلاح سياسي تضغط به كما تشعع الدول ماش في حروب خلاص بأسلحة ومعدات ثقيلة في الوقت بينا حرب إلكترونية أو حرب غذاء وفي أزمة كورانيا العالم كله شايف دلات أن في أزمة كبيرة طب أنت ألمانيا أو الولايات المتحدة أو دول أوروبا المتقدمة عندك تضخم وبضع يبقى فيه مشكلة كبيرة جدا على المستوى بخصوص الملف الاقتصادي جوى الدول تبعين أنت دول منتجة عندك المطر 3000 ملي في السنة أنا ما عنديش مطر أنا بزرع في مصر فقط على مياه النيل وبموارد محدودة جدا عشان كده الناس يقولك هو ليه فيه فجوة في الأمح بدأتوا بالنقطة دي لازم الناس يعرفوها ليه فجوة للأمح الدورة الصفرة لأن أنا بزرع في 10 مليون من 240 مليون مساحة مصر الإجمالية أنا لو عندي 300 ملي 400 ملي مطر فقط هعمل اتفاق ذاته وأصدر من السلع اللي فيها فجوة ولكن موقع مصر الجغرافي منطقة جافة لو لا النيل كنا هيبقى صحرة زي الصحراء ليبيا أو السعودية لو لا هذا النيل الموجود فبالتالي نقص الموارد يعمل لي مشكلة الدولة بقى جهودها راحت فين زي ما أنت حرك تمشي على محاور محددة وواضحة أنا عاوز أوسع الرقعة الزراعية أعمل استصلاح أراضي وأزود المساحة من تشكة حتى الدلتة الجديدة الغرب المينية للمراجدة لشمال وجنوب شمال وسط صيناء إن شاء الله كل دي مشوات احنا شوفناها بس بتتميز بإنتاجية أو زيادة الإنتاجية الخاصة بالمحصول وده السبب الرئيسي فيه فكرة مركز البحوط والعمل على تطوير فكرة التقاوي أو البدور اللي بيتم من خلالها زرع المحاصيل تعاوزين نعرف هنا هي دي جهود الوزارة تحديداً في ده والتقاوي المعتمدة دي اللي هي إيه وده نقطة برضو مهمة إن التقاوي اللي المزارع بيزرع لو سألنا أي مزارع في مصر بتزرع أمح إيه يقولك بزرع سخة 95 6-12 6-14 جيزة 171 أسماء أصناف فيه عندي 20 صنف أمح تم استنبطهم وإنتاجهم من خلال مركز البحوط الزراعية تابع لوزارة الزراع العشرين صنف دول بتزرع فيه تور مصر وعرضها بتزرع فيه مساحة أكتر من 3-6 من عشر مليون فدان هذه الأصناف اسمها كده أصناف قصيرة العمر عالية الإنتاجية وموفرة للمياه لو من سنوات مش كتيرة كان الأصناف المزارعة للأمح كان بتوعب 180 يوم في الأرض 180 يوم 6 شهور كاملين وإنتاجاتها لا يتجاوز العشر أردب تقريباً طن ونص أو طن وستة من عشر دلوقتي بيقعد في الأرض 150-155 يوم ووفر شهر سب شهر للفلاح يزرع المحصول الثاني بدري سب شهر ما يستهلكش مية سب شهر من تكلفة إيجار الأرض إذن قصير العمر إنتاجيته ضعف إنتاجية الأصناف القديمة السلادي الحمد لله وده على وش المصريين الكويس إن كان متوسط الإنتاجية لعام 19 أردب تقريباً 2.8 طن للفدان وده أعلى إنتاجية على مستوى العالم بالمناسبة ده محصول إيه؟ الأمح يعني أنا أتكلم عن الأمح تقول لك يا جامعة ما نزود إنتاجية وحدة الفدان تم أنا واصل إن أنا أعلى إنتاجية على مستوى العالم رقم 2 أو 3 أو أحياناً 4 على حسب السنوات في الأمح وفي الدرة نفس الموضوع وفي الرز نفس الموضوع وفي الأصب نفس الموضوع ده كله بسبب إن في أصناف مصرية تم استنبطها هذه الأصناف تكلفة الدولة قدية كتير جداً الصنف لما يوصل للمزارع في سورة شكارة تاوي ما يعرفش إلي حصل غاية شكارة ما تجيله بالصنف ده بالقوة بتاعت الصنف ما يعرفش هو أجاله التاوي وبأسعار كمان مناسبة ليه مطعوم ولكن المجهود اللي تم بالمناسبة عشان استنبط الصنف وسجله بعد على الأقل 6 سنين هل المزارع حاسب 6 سنين؟ صعباً ما حاسبش بالـ 6 سنين عشان أزرح فدان في السحرة البنية تحتها اللي بتعمل ومن قبل البنية تحتها الحاصر والتصنيف الأراضي واختيار المحصر نقطة بعيدة دي يا فندا فكرة تصنيف الأراضي واختيار المواقع يعني مثلاً مشروع زي مشروع مستقبل مصر هو ما كانوا موقعه تداد محور رود الفرج الدبعة موقع يمكن الناس تقول إيه ده؟ ده بعيد قوي عايز أعرف من حضراتك فكرة تحديد الموقع ده بيبقى بناء على إيه؟ وكمان كان فيه نقطة مهمة جداً فكرة إنه هو تأسيم القطع لمية فدان دي ليه؟ وإيه أهميتها وإيه أسبابها؟ هتفرق في إيه؟ أنا طبيعة الفقرة اللي كانت قابلي دي مباشرة بتكلم على الطرق والمحاور والبنية التحتية اللي تم إعادة تأهلها لمصر طيب أنا هدي مثال واحد بس مستقبل مصر وهو بكورة الدلكة الجديدة مستقبل مصر اتزرع فعلياً 350 ألف فدان الرقم ده بسيط يعني اللي بيسمعنا مزارع لو مزارع هيعرف الرقم ده ليه؟ أنا كمزارع لو عندي فدان واحد ملك في البلد بامشي على الجسر أفضل عفر على الناس صحيح لعندي فدان ملك لما يكون الدولة بتضيف 350 ألف فدان ملك وبحسب توجهات السيد الرئيس في الافتتاح هيتم إضافة الربمئة ألف فدان قبل نهاية العام ووجه بإزالة كافة العقبات اللي موجودة علشان يتم دخولها أنا كمواطن مصر 350 ألف فدان دولت أفرح بيهم ويكون عندي زهو إن دي رقعة زراعية تم إضافتها ويقول لك ما هو مش هدا اللي باخد الريع بتاعها بس أنت فرق السعر بتاع المحصول اللي بينزل السوق المحلي مشكلة مش في ريع مشكلة مش في ريع مشكلة زي ما حدك قلت توفر السلع والأسعار والنحن لا نبقاش محتاجين لحد يعني الناس تفكير أحيانا بيكون شوية فأعزين نفهم الناس والأولى 350 ألف فدان دولت مشكلة لوحدة كده اللي جالي لأن اللي تزرع تشال من على الدماغ تزرع فحضرت كنت بتسألي تاني على موضوع الأراضي اللي في المناطق الجديدة التوسع الأفقي تخيالي لولا طريق جنوب الضوعة لا يتجاوز 300 كيلو متر ومهما كان تكلفته قدي لو لهذا الطريق ما كان مستقبل مصر وما كان في الدلتة الجديدة فالناس اللي يقول لك الطرق والمحاول هيا البلد ما رجل آه لأن الطرق والمحاول مش تسهين نقل وحركة طريق واحد ضف لمصر 350 ألف فدان وفي طريقه للمليون فدان يعني 10% من مساحة مصر من المقدمة المصريين أنا ممكن أضيف حاجة هنا لأنه مش بس 350 ألف فدان لأننا حققنا قيمة مضافة من 350 ألف فدان بالسلالات المستنبطة الجديدة فأصبحت بتنتج تقريبا ما يعادل إنتاجات ال700 فدان بالزبط كده لما يوصل المساحة دي المليون فدان إن شاء الله شوفنا كلنا فخامة الرئيس اتكلم على أنه يعني السادة الرئيس لما يجي تكلم عاوز بسما كده يطوي الزمن لما يقول لس المشروع ده ياخد سنة يقول لك لا شهر هياخد ثلاث سنين يقول لك لا ضغط الجدول الزمنية دا عاوز يطوي الزمن فكل واحد في مكانه لازم أن يطوي الزمن عشان نمشي كلنا مع بعض لو حضرتك بس مثلا قبل ما أخش نفسي الناس أو المواطن البسيط تروح دووين الوزارة دوان وزارة الزراعة النهاردة السابط أجازة المفروض أجازة من 8 ونص بيبدأ العمل معالي الوزير هتلقى دلوقتي في الوزارة لغاية الساعة 8 بالليل في يوم السابط حتى ما فيش وقت للناس تستريح فيه ليه؟ لأن خلاص مسئوليتك إذا ترى أنت موظف في الدولة أو قيادة مسئوليتك أنك تمشي مع كل اللي ماشيين زي ما قلت من شوية فكمان مرة موضوع مستقبل مليون فدان دول التخيل هينتجوا قديموا انتجات زراعية محاصيل مختلف بطارس وبصل هينتجوا ما لا يقل عن 15 مليون طن 15 مليار كيلو هينزلوا السوق أو هيتصدروا جزء منهم للمواطن المصري عشان يخف على جيبه شوية يبقى ده أئدافة كبيرة للمواطن البسيط قبل ما نكلم على قصد بلد وقبل ما نكلم على استصلاح أراضي وقبل ما نكلم حتى على إنجازات الدولة نفسها تكلم على المواطن البسيط هيا يستفاد إزاي تخيلوا لو لا هذه السلع اللي بتتضخف الأسواق صحيح بالوراء وقلم زي ما أنت من الأول كان يبقى فيه مشكلة جديرة فاختيار الأماكن بيغضع لحصر وتصنيف الأراضي إن الأراضي درجة أولى تانية تالتة ربعة وبالتالي تاني حاجة بيغضع لمصادر الميا هل في موجود مياه متوفرة ولا لا بيغضع للطرق وسهولة الطرق بالمناسبة مستقبل مصر والدلتة الجديدة كان موقع عبكري جدا وموقع قريب من المحاول وقريب من المناطق الصناعية وقريب من محافظات الدلتة المتخمة بالسكان بيسحب جزء منها عاوز حد يروح يوم حصاد البصل تقليع البصل أو البطاطس أو البنجر أو جمع الفراولة ويشوف كمية البناء أدمين اللي موجودين في الأرض الآن دي ده غيرت كمان الحديثة كمان اللي جامع المحاصيل اللي احنا تبعناها لفترة الفترة بس أنا أعرف من حضاريك كمان سريعا ليه فكرة تقسيم القطع لمية فتدان هو وضع مية فتدان دي أولا تقسيم القطع في الريف المصري مشروع الريف المصري 240 فتدان اللي هي كيلو في كيلو المية فتدان دي لو تقسيمات تقسيمات داخلية هو البيفوت الواحد البيفوت اللي بيلف ده بيرغم بين 85 فتدان لمية وخمسين فتدان فعلى حسب كل البيفوت فالبيفوت مساحته يعني ليه علاقة بالرأي طرق الرأي الحديثة المستخدم لو هي رأي بالرأي بالرأي موجود ولو زي الريف المصري شركة الريف المصري فبتقسم القطع عشان من نرجحش المشكلة المزمنة في الواد والدلت مشكلة التفتت التفتت أنا مش هارجع على التفتت تاني لو إيه اللي حصل بالعكس ده الدولة دلوقت بتعالج مشكلة التفتت في الاراضي القديمة المشكلة المزمنة بالمناسبة قطع الزراعة زي اي قطع ضيعنا فيه فرص كتير قبل كده وتعطلنا فيه كتير قبل كده والألاف الأفدين الموجودة في الصحر دي كانت أمام أعين الكل في عشرات السنين اللي فاتوا ومحدش جاله جرأة يهوب نحيط تشكى قبل كده لما خرجت ببرة الإطار رجعت تاني وبقوة كل دي مجموديات الدولة اللي بتعملها لصالح مين الألاف الأفدينة وألاف فرص العمل ومئات الألاف والملايين من الأطنان اللي بتنزل السوق لصالح مين اللازل لازم أن تعرف الدولة راحة فينا عشان تفهم أنا أحياناً معلش يعني مش أخرج برة الإطار يعني بحزن قوي لما ألقى على السوشيال ميديا واحد يروح كاتب جملة بتاخد منه 30 ثانية دي إيه أيكتب جملة خلي بالكم من البطيخ مسمم والخوخ مسمم ودخلنا في حوارات يا أخي ده المزارع اللي جاب لك البطيخة دي اللي غيت عندك قعد 500 ألف دقيقة جنبها من ساعة ما كانت شاتلة صغيرة ورعاها الآن ما كبرت ليه ببساطة جداً وبتلقائية سلبية تعطي تكتب جمل دي شهد زوء وربما تكون حالة فردية وارد بسبب ارتفاع درجات الحرارة يكون وعدم التخزين الجيد للتاجر اللي هو تاجر التجزية فأدى إلى فساد البطيخة دي عنده أنا في عندي كم ثمرة أولاً الأربع إيراد كلهم جمعوا مع بعض بسبب أن الشيطة كان طويل فأنا عندي كم عندي عشرات الملايين من الثمار والثمرة بيقولها أربعة خمسة لا قدر له في مشكلة زي الناس ما بتقول كده كان يبقى فيه مشكلة كبيرة خلينا هنا يعني هو كل اللي حديك أشارت لي ده أمر في غاية الأهمية طبعاً وبيؤكد أهمية الإرادة الحقيقية في العمل والتغيير لكن إحنا بنتكلم على مشروعات غيرت وجه مصر بشكل عام مشروعات قدرت تحقق ثلوث التنمية سواء كانت زراعة مجمعات صناعية أيضاً وتوفير فرص العمل عايزيني ما نحط تحت توفير فرص العمل دي ألف خط وخط وقالنا إزاي قدرنا أن نعظم من المشروعات الموجودة ونوفر ألاف من فرص العمل للشباب مسمح لي يا أحمد كمان استكبالاً لسؤالك دعم الفلاح المصري ده جزء مهم جداً لأن قبل ما أجاب احنا معنا ديئتين عشان نروح للموجود لا بس يعني احنا عاوزين السؤال الكومبو ده كده نجاوب عليه في ديئتين سؤال أنا وجوبان دعم الفلاح المصري واجب على كل مصري مش على وزارة الزراعة ولا على الدولة فقط هذا المزارع أنا مزارع مصري عارف ده جزء من حضارة البلد وطراط البلد في شكله هيئته وكلامه لهجته ده محتاج دعم من الجميع وعشان كده الدولة مشروعات البتل ومشروعات مراكز تجميع الألبان موضوع الأسمية ده محد تسمعين فيها شكاو الحمد لله الدولة على قد ما تقدر متمثلة في وزارة الزراعة بتقوم بدعم المزارع على قد ما تقدر فيه طبعاً مشاكل آه ما زال فيه مشاكل لأننا يعني القطاع الزراعة ما كانش قطاع في فرنسا قبل كده كان فيه مشاكل وما زالت المشاكل موجودة ولكن الدولة تعمل على حلها مشروعات كل مشروع بيتم إضافته مشروع البتلو مستوعب حتى الآن تقريباً 41 ألف مستفيد بأسرهم وده مشروع في 2017 كان صفر 2017 كان صفر هذا العدد الكبير دخلنا في حوالي نصف مليون راس من الانتاج الحيواني في مشروع البتلو مشروعات تجميع مراكز تجميع الألبان مشروعات الاستصلاح زي أقول لحضرك في مواسم الحصاد في مناطق الواد الدلت الجديدة ومستقبل مصر وكل مناطق بتلاقي جزء كبير جداً من شباب المحافظات المتخمة اللي هي مكدسة بالسكان بيروح يشتغل في فرص إما فرص مؤقتة موسمية أو فرص مستدامة أنا بكلم على العشرات الألاف ما بكلمش على مئات ولا من كال ودول لو لا وجود هذه المشروعات ما كانش يبقى فيه فرص عمل ليهم غير إن فيه حاجة مهمة بسرعة إن الشاب الصغير اللي بيجي من الدلت يروح يشتغل بيشوف أساليب زراعية ما شافهاش قبل كده عشان يروح يشتغل في مشروع حتى لو بيجي عنه من هنا جات كمان أهمية اللي احنا نعمل مجمعات سواء كانت صناعية ومجمعات سكانية فكرة التكامل في أي مشروع بيتم على أرض الواقع في مصر في الجمهورية الجديدة علشان كده دايماً كل حاجة بتتعامل وفقاً للتخطيط دكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة والسطوص الأراضي بنشكر حقيق فنم على وجودك معنا في صباح الخير شكراً جزيلاً شكراً شكراً